السلام عليكم أعزائي الطلبة بسم الله نبدأ اليوم رح ناخد إسناد الفعل الماضي للضمائر موضوع درسنا بختص بالجملة الفعلية هناك أركان للجملة الفعلية بتتكون من فعل وفاعل ومفعول به الركنان الأساسية للجملة الفعلية هما الفعل والفاعل لكن المفعول به ليس دائما يكون ركن أساسي في الجملة الفعلية الفعل يتكون من فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر تعالى عزيز الطلب نتعرف ما هو الفعل الفعل هو كلمة تدل على حدث اقتننا بزمن من الأزمنة وهو ثلاثة أقسام كما ذكرنا سابقا ماضي ومضارع وأمر الفعل الماضي هو ما دل على حدث أو عمل وقع في الزمن الماضي وانتهى وهو مبني على الفتح إذا كان صحيح الآخر نحو جلسة نامى كتبى شريبة وغيرها هناك أفعال كثيرة مثال كتب الطالب الدرسة كتب فعل ماضي مبني على الفتح هذا هو إعراب الفعل الماضي إذا جاء أو كان صحيح الآخر هو فعل ماضي مبني على الفتح الضمائر المسندة إلى الفعل الماضي هل نتعرف عليها الضمائر المتكلم وهنا المتكلمين تاء المتكلم وهي تاء الفاعل ونون النسوة يبنى الفعل الماضي على السكون في حال إسناده للضمائر السابقة درس أنت درست للمخاطب المذكر أنت درستي للمخاطب المؤنث أنا درست للمتكلم نحن درسنا للمتنى المتكلم وجماعة المتكلمين ذكور وإناط أنتنا درستنا للجمع المؤنث يبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصل بضمائر المتكلم والمخاطب لنأخذ مثال جلس لنسنت جلس إلى الضمائر جلس جلست 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 جلسنا جلسنا جلست فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بيتاء المتكلم لاحظ أنه كان في البداية البنية على الفتح لكنه عندما اتصلت به تاء المتكلم هنا تغير إعرابه فأصبح فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء المتكلم وتاء المتكلم هي ضمير متصل مبني على الضم في محر رفع فاعل جلسنا فعل ماضي هنا أسندنا نون النسوة إلى الفعل الماضي جلس فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة ضمير متصل مبني في محرف احثان